لتقدم اقتلاف دعم مصر غدا بمشروع قانون بمجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب حيث أكد النائب عبدالهاد القصبي أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها ومتوافقة مع المعايير القانونية يتكون المجلس من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بالنظام الفردي والثلث الآخر بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل الرئيس الجمهورية وأكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب 50% منهم بنظام القائمة والخمسين الآخرين بالنظام الفردي